اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق الله العظيم والصلاة والسلام على الموذج الأكمل الذي علمنا مفهوم السلام الأشمل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام القائل لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفش السلام بينكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام عدد جديد لقاء متجدد برنامجكم لقاء القناة عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر برنامجكم الذي يقف عند توترات التاريخ وأزماته يفهمها يناقشها على بينه ويطلق فيها نقاشا علميا رزينا هذه الساعة بإذن الله وهذه الدقائق سنقضيها في الحديث وتعطير المجلس بسبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ووجهات النظر في قضايا الحكم والخلافة نسأل كيف نظر رضوان الله عليهم إلى مسألتي الحكم والخلافة ما مكانة الحسن والحسين في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موقف الحسن والحسين من خلافة معاوية رضي الله عنه وأرضاه ثم ما طبيعة خلافة الحسن رضي الله عنه وشروط الصلح مع معاوية رضي الله عنه هذه النقاط سنحاول أن نثيرها ونقاربها مع الأفاضل أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة الجزائر أستاذنا الدكتور محمد عبدنبي الذي عاد لنا بعد شيء من الغياب أكتور عبدنبي مرحبا بيك إياكم الله الله يحييكم وبرك فيك أهلا باسمكم جميعا بأستاذ الفكر الإسلامي بجامعة باتنا الدكتور الحاج وحمدنا دواق الحاج دواق مرحبا بيك أهلا وسهلا الله يبرك فيك وهنيك أهلا بالباحث في الدراسات القرآنية أستاذنا وشيخنا سعيد معول شيخنا السعيد مرحبا بيك الله يبرك فيك وهنيك أهلا باسمكم جميعا بإمام المسجد الكبير بالعاصمة أستاذنا مسعود مياد شكرا جزيلا على هذا النزول سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وقضايا النظر في الحكم والخلافة أبدأ بك دكتور الحاج هذين الرجلين العظيمين في تاريخ هذه الأمة ارتبطا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أحفاده وحفيدين هذين الرجلين لهما نظر في مسائل الحكم والخلافة وهو النظر الذي تختلف عليه الأمة وأحيانا تتنازع إلى يومنا هذا لو وضعنا توصيفا علميا في مقدمة استهلالية لهذين الرجلين ونظرهما في مسائل الحكم والخلافة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين أمين السلام عليكم جميعا السلام على السادة المشاهدين الكرام وعلى أساتذتنا الأفاضل الحاضرين معنا طبعا في إطار أن يتأسس الإسلام في التاريخ من خلال نماذج توزعت قيم هذا الدين وروح هذا الدين في مصادق واقعية وتاريخية حملت هذا الدين إلى الإنسانية في إطار مفهوم النموذج المفتوح الذي ورث الدين عن منشئه عن معلنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تمثلت تلك الأجيال بكافة أطيافها قيم هذا الدين وكيف عاملت على تنزيله على أرض الواقع نحن نعلم في إطار الثقافة القرآنية أو الثقافة الإلهية عموما الثقافة التوحيدية الثقافة القرآنية أن بيت النبوة أن بيت الأنبياء يتأسس على أساس من القيم القائمة على المودة وعلى الرحمة وعلى تحمل عبء هذا الدين من بعد الآباء المؤسسين إذا جاز لي أن أقول ولنا أمثلة كثيرة تشير إلى هذا وتكفيل تزربة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ذريته إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته النبي كانت ذريته في أبناء بنته وهذا من الألطاف ربما التي جعلت هذا الرجل يورث في أبناء بنته وهذا ما جعل هاتين الشخصيتين كما وصفتا من جدهما الحسن والحسين سبطان من الأصباط ووردت بصيغة الانفراد الحسن سبط من الأصباط الحسين سبط من الأصباط وهذا الدور دور أن تكون صبطا لنبي ليس مجرد انتساب بيولوجي طبيعي أن النبي ولد هذين الولدين وكم من الأولاد ولد لكن أن يتخير هذان أن تنتدب هاتان الشخصيتان لأدوار مفصلية في تاريخ الإسلام بعد أن حدث ما حدث بعد أن وقع ما وقع قد لا أتفق مع فكرة أن الحسن والحسين أسسا لموقف بإزاء الحكم والسياسة هذه واحدة من الضوائر هاتان شخصيتان مركزيتان في تاريخ الإسلام ولو رجعنا إلى السلاسل والطرق سواء بالنسبة لي المشتغلين بالتصوف المشتغلين بالقول الكلام المشتغلين باللغة المشتغلين يمرون بطريق من الطرق عبر هاتين الشخصيتين فدورهما دور مركزي لا أقول مركزي بمعنى أنهما لوحدهما فقط أديا لهذا الدين وأديا عن هذا الدين ولكن موقعهما الحساس من شخص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعلهما سواء بالنسبة للإمام الحسن ثم من بعده لأخه الإمام الحسين ومبتلي به من تجربتين سواء مع النبي وما تلا مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع والدهما في مراحل ابتلائه هو أيضا ثم من بعد والدهما كيف يتصدى الحسن لدور مهم تنبأ به جده قبل حوالي أربعين سنة عندما قال ابني هذا سيد عسى الله وهي صيغ روائية مختلفة عسى الله أو أحتسب على الله أو سيجعل الله أو سيصلح الله به بين فئتين بين طائفتين بين فريقين بين من المؤمنين عندما يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ابنه سيد كما قلت في حصة سابقة ما معنى أن النبي يبشرنا بأشياء أو ينذرنا عن أشياء ويحذرنا من أشياء هو يؤسس لموقف مدام قال ابني هذا سيد معنى هذا أنه ينتدب الأمة إلى أن تميل إلى رأيه باعتبار أن رأيه سيكون هو الرأي الأصوب أو هو الرأي الأصح باعتبار ما تلقاه من طربية ما تلقاه من قيم ما تلقاه من أهلية معنوية وأخلاقية كونهما ابني النبي محمد صلى الله عليه وسلم كونهما وريثاء أو وريثيه عفوا كونهما كونهما وما إلى ذلك من التوصفات أو الأوصاف التي ستؤهل هاتين الشخصيتين ليكون دورهما دورا مركزيا في الإسلام الحسن بصورة وهي أنه لا أقول تنازل وإنما أقول جامع الأمة بموقف لافت ذكي وهو صورة من صورة الطاف الإلهية بالنسبة لهذه الشخصية ثم من بعده أخيه الحسين لما شعر أن الأمور بلغت مبلغا صحيح ليس فيه فصال للتراجع أو لا أقول التخاضل أو السكوت ومن أغرب النصوص الروائية وأختم بهذا النص حديث لأنس بن خالد الأنصاري وهذه الشخصية لم يعرف لها صحبة مع النبي إلا بحديث واحد أن النبي لقيه ومعه الحسين قال ابني هذا سيقوم أو سيخرج برواية مختلفة من أدركه منكم فلينصره وكان فعلا هذا الصحابي من المستشهدين بين يدي الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه معناه في النهاية أن هاتين الشخصيتين هي من الشخصيات الإسلامية التي أدت دورا مركزيا وجذريا لا أقول لوحدهما وإنما كان دورهما دورا تأسيسيا مكملا لبقية أدوار أخرى وهو ما سيحقق نقطة ربما ستسألوني عنها فيما بعد فكرة انفصال القيادة السياسية عن القيادة الفكرية الروحية في الأمة لا ذلك الانفصال الميكانيكي الذي يجعلهم في نوع من التدابر وفي نوع من الشحنة وإنك الانفصال الذي سيؤهل هذه الفئة لكي تؤدي دورا بالنسبة بقية الوظائف الأخرى إذن ليس فقط وظيفة لهاتين الشخصياتين وظيفة سياسية أو حكمية فقط وإنما هي وظيفة كلية بالنسبة للإسلام بما فيها دائرة الحكم شكرا جزيلا دكتور الحاج دواق بروفيسور محمد عبدالنبي أهلا بك نحن نلتقي في هذه الجنسة للحديث عن سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤال سيدي أنت تعرف بأن النظر نظر الأمة يختلف لهذين الرجلين ربما الدائرة السنية بين قوسين لها منظوراتها ولها مروياتها في مقام هذين الرجلين في بيت النبوة ونظره ونظره في الحكم والخلافة أيضا دائرة الشيعية ربما من جهة أخرى لها نظرها وتبدو جهات النظر متباينة علميا منهجيا اليوم كيف ننظر لمقامي الرجل في التاريخ الإسلامي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بادي أذي بدء أود أن أسجل بأن هذين الرجلين بالرغم من مقامهم الرفيع عند جدهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وبالرغم من كل النصوص التي جاءت عنه في حبهما والدعوة لمن يحبهما وفي تبوئهما لمقام رفيع في الجنة بإذن الله يوم القيامة هم وأهل البيت أو خاصته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جللهما بكساء أقول هذا الفضل كله قد أنحرف قليلا عن الوجهة العامة التي يريد الأستاذ الفاضل أن يأخذنا إليها فأقول إن هذا الفضل وهذه المكانة لا تعطيهما أبدا حقا في ولاية بمعنى أن هذه القرابة لا تبوئهما ولا تجعلهما جديرين بأن يتبوئ موقعا من مواقع الخلافة في أي وقت من الأوقات بل أزعم بأن الحسن نظرا لثقافته نظرا لتربيته نظرا لرزانته نظرا لموقعه المتقدم نظرا لعقله كان يرى يمكن نأتيها من الآخر لا بأس يقول بأن المولى تبارك وتعالى لن يجمع النبوة والخلافة لهذه الذرية وصل إلى هذا الأمر إلى هذه القناعة باكرا حسن إمام الحسن وهذا هو إلى حد ما فرادة الموقف هنا تأتي فرادة الموقف أو عظمة الموقف وهذا تشوف بالنهاية أيضا تربية تربية الحسن وتربية الحسين يبدو لي بأنه اتخذت شكلا ما وش تكامليا ليس تكامليا هو لو صح الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصفه الإمام الذهبي بأن إسناده قوي قال الحسن مني والحسين من علي الحسن منه من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم من عفوه من كرامه من كل السيرة العطرة والقيم التي وردت في السيرة قال والحسين من علي علي فارس مغوار شجاع تحرب ولذلك في الجمل لما جاء إلى المشهد إلى الجمل أراد أن تتقابل الحشود جاء الحسن يبكي عند والده ويحرص عليه أن لا يمشي في المعركة أن لا يستمر في هذه المعركة أو أن لا يخوضها قالوا تكلم ودع عنك أن تحن حنين الجارية كان يعرف منه من صغري أكيد أبوه يعرف كل واحد فيهم إلى أين يتجه كان يعرف الحسن وعلى فكرة موقف الذي انتهى إليه الحسن تأتي به التربية وثقافة الموقف الذي انتهى إليه الحسين أيضا تأتي به التربية وثقافة لكن يبدو لي في النظر العام في إطار في إطار أنه أن هذا الأمر لا يؤهل أي واحد منهما لموقع متقدم ضرورة يبدو لي بأن وجودهما بهذه التربية لكل واحد منهما كان له مشاركة خاصة في أحداث التاريخ الإسلامي وبعيدا عن تصنيف الشيعة والسنة بمعنى أكيد كان تمايزات بين الفريقين أكيد لكن يبدو لي أنه مثلا أن علماءنا أن مؤرخينا وقفوا من الحسين موقفا رائعا موقفا رائعا بمعنى حفظوا له علاقته هذه علاقته النبوية إذا صح التعبير حفظوا مقامه حفظوا كل هذه الأمور السؤال هنا ليمكن في ثنايا هذه الحلقة سنتطرق له الإخوة لماذا في التاريخ الإسلامي موقف الفداء للإمام الحسين احتاج منا كل هذا الإجلال والإكبار لماذا موقف الحسن لم يحتج منا إلى كل هذه الأمور بالرغم من مرور هذه القرون كلها ولا تكاد تجد متحدثا يثني على موقف الحسن شكرا جزيلا بروفيسور عبدنبي وجدد السعادة بعودتكم لمساحات هذا البرنامج شيخنا السعيد أراك تفكر نعم أنا خليني قبل ما نبدأ الأستاذنا أو عنده شميع شغالات في المسجد الكبير خليني نبدأ معك شيخنا السعيد في مسألة حساسة وأظن أن الشيخ محمد كان بادئا بها وهي خلافة الحسن رضي الله عنه وعليه السلام ما بعد مقتل أبيه علي بن أبي طالب هذه الخلافة الجوهرية ما صفات هذا الرجل وتقدم مشكورا بروفيسور عبدنبي الإشارة إلى مقامه وتربيته لماذا هكذا كانت خياراته بالنظر إلى عمق اللحظة وتأزمها مبارك الله فيك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والله في الحقيقة يثل عثم لسن المرء وهو يتناول هذه القضايا الكبرى في تاريخ الأمة الإسلامية وما وقع بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رفق العالم ونحن إذا تحدثنا عن الحسن الحسين رضي الله تعالى عنهما لن نستطع أن نجتزئ هكذا وأن نقطع ونبدأ الحادث من هنا لا يمكن أن نتحدث عن ما وقع في أوساط المسلمين بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا اعتمدنا على وحي الله في أول صورة أو في ثاني صورة في القرآن الكريم التي هي أتوا صورة صورة البقرة الله تعالى يقدم لنا خريطة هذا المجتمع كيف كان المجتمع مركبا ذلك الكتاب لا رب فيه هد للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنهم من فيقون إلى آخر الآيام ثم يقول إن الذين كفروا سواء عليهم وأنظرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا اسمعهم ولا أبصارهم غي شعوا ولهم عذاب عظيم ثم ينتقل إلى إلى لون آخر ومن الناس من يقول أمن بالله وبلوم الآخرين هذا القرآن وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين أمنوا وما يخادعون إلى أنفسهم وما يشعرون ثم واصل قرأ كل القرآن الكريم ستجد هذه الخريطة التي يصوره لنا القرآن الكريم عن هذا المجتمع لأننا سنخطئ في تقدير ولا يمكننا أن نصل إلى بناء تصور واضح على المجتمع لأن في نهاية المطاف حينما نتحدث عن هؤلاء الجميع للاستلام العيضات والعبر ما هي التجربة التي نأخذها من حياتهم حتى لا نقع في الخطأ أو حتى يكون على الأقل عندنا تصور نواجه به تحديات التي تتواجه هنا نحن إما هم تلك أمة قد خالت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عن ما كانوا يعملون فهذا اللون الألوان التي قدمها لنا القرآن الكريم لم القرآن هذا وحي الله هذا وحي الله يعني وهو أصدق القائلين ما نش مضطر والقرآن بينهي نحن بحث في رواية هنا وفي ما قاله فلن هناك وكذا هذه الأقوال يمكن أن استعين بها لأفهم النص الأصل للقرآن الكريم كل ما وقع بعد ذلك يمكن أن يفهم يمكن أن يفهم لأن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقع كثير من الأشياء التي أحدث هؤلاء الذين قال الله تعالى فيهم لا قد حق القول على أكترهم فهم ليؤمنون وقال عن هؤلاء الناس ومن الناس ومن الناس من يعجب كقوله في الحياة الدنيا حكرا ويجهد الله على ما في قلبه وإذا تولى سعى في الأرض ليسد فيها إلا جاءك المنافق يا محمد قالوا نشهد إنك الله رسول الله والله يشهد المنافقين الكذب تبدأ هنا السلسلة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كان الوحي يكشف هذه الأمرات والرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معها ويصرف حتى لا يكون لها تأثير سلبي في المجتمع ولكن الغريب في الأمر بمجرد ما ينتهي الوحي وينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرافق الأعلى لا نتحدث عن هؤلاء أين هم ذهبوا أين هم ذهبوا الذين قال الله ذات يوم لرسوله صلى الله عليه وسلم أنوا خرجوا فيكم ما زادوكم إلى خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة إبغونا ولوضعوا خلالكم إبغوناكم الفتنة وفيكم سماعون له شوف هذه البلبلة كما نسميه بلغة العصر بلغة اليوم كيف يبثون هذه البلبلة ومثما أنا أتصور سيدنا عمر مجي عندها مغطيلة لم يقتل هكذا بفعل ما زول جاء أبو لؤلاء وقتله ولكن كل من كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له دور في إقامة هذا المجتمع وهذه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كان مستهدفا كان مستهدفا وفيكم قد يكون من بين المسلمين رجال طيب ولكنهم يغالطون بهذه القوات التي ذكرها القرآن الكريم سواء الذين كانوا خارج المجتمع والذين كانوا يحيطون المجتمع المسلم وقد ذكر المؤرخون عشرات الجيوب من اليهود الذين قال الله تعالى عنهم ولن ترضى عنك اليهود والنصرى حتى تتبع ملتهم وكذلك من جيوب النفاق التي بقيت مستمسكة بمواقفها رافضة هذه الدعوة وذابت في قنوات المجتمع ونفس الشيء نقوله بالنسبة لعثمان ورضي الله تعالى عنه ونفس الشيء نقوله بالنسبة للإمام علي ونقوله بعد ذلك بالنسبة لأبناء علي لا يمكن أن تأتي هذه الأفعال هكذا معسولة وقعت مشكلة اليوم مختلفنا فيها وهذا ضرب هذا وقتله لا ولكن هذه وفيكم سماعون لهم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم هذا المرض هو الذي خرب الصفوف المسلم هو الذي انتظرني برك لأن هناك أسئلة قبل ما نصل للحسن والحيث رفع شعار الثأر لدم عثمان حتى أصبح هذا المثل مثل يضربوا على شعارة الكذبة يقول يقال في المثل قاميس عثمان هذا مثل سائر قاميس عثمان لماذا لماذا من بعد ذلك سكت عن قتلة عثمان لماذا لمن نحقق بعد ذلك لماذا لمن نواصل التحقيق لنكتشفها أو لنكتشفها هؤلاء قتلت قتلت عثمان لماذا حينما بويع الخليفة لإمام علي كيف نتمرد على المبايع شرعا لأن الشيخ الذي قاله نعم هو وافقه لأن النبوة لا تنتقل لأحد ولا يمكن أن يورثها نبي لابنه أو لزوجده أو لأحد من العالمين جميل فالنبوة خاصة شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكن حينما يبايع الخليفة كيف نشترط عليه أن يقتص قبل كل شيء من قتلة عثمان قبل مبايعته وهو نصف رئيس كيف أخرج عن الشرعية أطالبه قبل أن أجعل ذلك شرطا قبليا قبل أن ينطلق في ممارسة مهامين ولكن لماذا نسكت من بعد ذلك توفي الإمام علي لماذا نسكت من بعد ذلك فليكون هذا فعل معزول جاء ابنهم الجموة وقتلوا أنا في تقديري أيوة أن هذه الأعمال كلها متربطة والقرآن الكريم حينما نقرأه بإمعان ندرك ولا نتعجب الأسباب والله تعالى حينما خلق الجنة والنار فحسبتموا أن ما خلقناكم عبث عبث أنه واحد مهبول في تيزيو زكتر من ثلاثين سنة قال لي الشيخين يوم القيامة ولا مكاش يجب أن يكون يوم القيامة لأن هذه الوقاعة التي وقعت مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومع آله ليش أمور عادية ليش أمور عادية قضية تنازل عن الحكم ولا طلب الحكم ولكنها قضايا المستهدف من خلالهم هو الدين ونفسه جميل والله تعالى يقول يريدون أن يطفي أون الله بإفواههم وياب الله إلى أن يطمى نوره ولو كره الكافرون جميل إلى أن قال وياب الله إلى أن يطمى نوره ولو كره الكافرون كانت تكمل هذه المحاولات من خلال القضاء على الإبدان على الذوت الهدف هو الفكرة الهدف هو الدين الهدف هو هذا الدين الذي جاء ليحرر في الأصل هذا الإنسان والذي رفضه كثير من الناس حينما نتصور هكذا تبقى بقية الأمور تفاصيل بقية الأمور تفاصيل أنا ما عنديش القوة باش نزيد نتكلم في قيمة الحسن والحسين وعلي وعمر وعثمان كل هؤلاء والحمد لله دماؤهم ذهبت من أجل أن تبقى حقائق الدين قائمة هذه هي معجزة الدين رغم كل ما وقع حقائق الدين لم يستطع أحد أن يقف أمامها في الوقت الذي كان البعض يتآمرون ويقتلون ويسفكون دماء هناك أيضا من حمل القرآن في صدره ويعلمه للناس ويبقى شهد لنا أو علينا إلى يوم القيام شكرا جزيلا شيخنا السعيد عن كدافة شيخ دكتور أنا فقط إذا سمحت لي هو مذكرا شيخ محمد أنني لا أدير لا أوزع الكلمات لكم أن تردوا على بعضكم في الطريقة الأمريكية الجديدة شوف الأستاذ السعيد يبدو ليلمح إلى أمر هو ذو كان بعد ويرضى يوضحه لنا نحن تغيب عنا ونحن نخوض في هذه المسائل يا أستاذ سعيد يغيب عنا بأن أبا بكر بشر وعمر بشر وعلي بشر والحسن والحسين بشر والحسن هو نفسه من يقول بأن أبي استشرف للخلافة استشرف لها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي يستشرفها في نص ورد عن الإمام الحسن وبقي يستشرفها حتى نالها ثم اغتيل استشرف الخلافة يهيأ لي بأنه هو أصل الداء لك كونهم كان فيه منافقون ومش منافقون اشتغلوا مع هذا واشتغلوا مع هذا أمر آخر والغريب أن علماءنا أن مؤرخينا لم يعرضوا لهذا الأمر لم يعرضوا لدور المنافقين بمعنى على أساس أنه دور جوهري في المسألة لا كان هناك من يحب بكل بساطة من يحب أنه قال أنا أولى بالملك أو أولى بالخلافة وعنده حق أنا لا أستبعد أن الإمام علي رضي الله عنه كان يعتقد أنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم كان جديرا بالخلافة ومش أنا اللي أقول هذا الحسن هو الذي يقول والحسن هو الذي يقول بأن هذه الأمة قد ولغت في دمائها ولغت أستاذ سعيد الأمة باكرا ولغت في الدماء بسبب الخلافة بسبب الملك بسبب طلب الملك ولغت باكرا في الخلافة بعيدا عن النفاق المنافقين هذه أمور بشرية النموذج في مراحله الأولى يكون في العلياء يتلألأ بعد وفاة صاحب النموذج حتما سيتنزل هذا النموذج يختلط بالأرض وبالدماء العبرة في أنه الذين أتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجموع الأمة مجموع الصحابة حافظوا على قدر من هذا النموذج لم يحافظوا حافظوا بقي هذا النموذج لكن بقي معه نحن الآن نحن الآن معاوية رضي الله عنه وليس لي إلا أن أقول إلا أن أترضى عنه باعتباره صحابيا لكن هذا لا يمنعني أن أقول بأن معاوية رضي الله عنه أخطأ في عهده بالخلافة إلى ابنه اليزيد وقد وقد وعد في شروط الخلافة وعد الحسن الله يسلمها لأحد من بني أن يتركها لأنه من الشرط أن الحسن قال له أن تتركها شورى بعدك ووعد ثم يأتي بعض الكتاب اليوم يقول معاوية اجتهد لا أن اسمحوا لي معاوية رضي الله عنه ما اجتهدش ساير هوا في نفسه أعطاها كما يعطيها اليوم كثير من الحكام لأبنائهم أعطاها لابنه وكان معروفا ابنه بأنهم هذا كوابك لا لا شو شوف احنا كعرف المشكلة بأن كثيرا من الأمور لا نفصل فيها حتى علماؤنا أعطوا الحق للجميع كل المجتهد وكل المصيب يودي خدعونا ندرس القضايا ندرسها كما هي هذا هو المشكل المشكل بمعنى مثلا موقف روعة الموقف الحسني غطت عليه هذه التأويلات شكرا جزيلا دكتور دكتور الحاج قبل أن نذهب إلى بعض السرن لخلافة الحسن مع شيخنا مسعود مسألة معرفية كما تقول الأولى ما سماها شيخنا السعيد تفاصيل نحن يجب أن نلم بالكليات حتى نفهم هذه الجزئيات التي تباني كبيرة تظهر كبيرة لكن دكتور محمد عبدنبي لازم تسمح لي لازم تكون الكليات والجزئيات في نسق واحد الجزئيات تكون نابعة من الكليات أما إذا كنت تتكلم عن الكليات في مجال وتجيب الجزئيات في مجال آخر هذا لا يستقيم وأضيف كما قال دكتور محمد عبدنبي أن الجزئيات بعض الجزئيات بعض التفاصيل لقلنا مجرد تفاصيل ولم نفصل فيها لازالت تدمي في جسد الأمة إلى الآن في الموافقات إن صح التعبير بين كليانية نفهم من خلالها هذه الأحداث وتفاصيل لا يجب أن نغفلها حتى لا يكون الفهم أعرجا كيف السبيل إلى ذلك؟ فيما أقدر يعني إضافة لما ذكره الأساتذة الأفاضل تنوع الموقف لا يعني اختلاف الهدف هذه حقيقة معرفية وتاريخية ثالثة كون سين من الناس أدى دورا أو أدى مهمة تعين لها نتيجة التأهيل والإعداد والتحضير واختلف ما أدىه ظاهريا عن عين لا يعني أن هدف سين وهدف عين يتعارضان وإنما يصبان في الغاية نفسها أو في الهدف نفسه كما الأنبياء عليه و السلام تماما كل نبي يبعث إلى قومه ويركز على مسألة أو على قضية بعينها فإذا اجتمع دور النبوة أو دور الأنبياء يكونون قد أدوا غاية واحدة وهو إصال الخلق إلى الخالق سبحانه عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وآله و سلم وهو يحضر ما دمنا بصدد الحديث عن الحسن و الحسين لو كان الموضوع مفتوحا يتحدث عن تجربة لمرحلة أو لجيل أو لمجموعة أشخاص سيكون التحلل مشمولا ويتعد هتين الشخصيتين إلى بقية الشخصية الأخرى و طبعا لا نعدم باعتبار التقاطع في التحليل أن نستجلب مثالا أو مثالين من هنا أو هناك لندعم الموقف بزاء هاتين الشخصيتين في غزوة أحد الصحابة بمن كانوا يتقون أذية المشركين خلف النبي صلى الله عليه وآله و سلم و قد حمل سيفه و ذاد عن الأمة في حال عصيبة في حال شديدة حيث تزلزل من تزلزل و فر من فر ثبت هذا الرجل في شجاعة لافتة غير عادية حتى أن الإمام علي كرم الله وجهه و يروي أننا كنا نتقي من المشركين خلف النبي محمد صلى الله عليه وآله و سلم بمعنى أن شخصية النبي هذه الشخصية العالية الشخصية الكاملة الشخصية الإنسانية الشخصية الرحيمة الشخصية الشجاعة الشخصية العفوة والشخصية الصارمة في حينها يجب أن تتوزع هذه الشخصية في عموم المسلمين بما فيه ذريته و أبناؤه الإمام علي لا يتجزع الإمام علي كل لا أستطيع أن أقول أن علي انبارز في تلك القضية و انكفأ في هذه باعتبار الدور الذي كان يؤديه هذا الرجل ويمكنني أن أرد مثالا و مثالا و دليلا و دليلا على أنه من العلم إلى الجهاد عفون اجتمعت فيه ملامح الشخصية الكلية و بالتالي ما سيورثه إلى ذريته من بعده أو إلى أبنائه من بعده بروز الحسن في دور ثم بروز الحسين في دور لا يعني أن هذه شخصية نقض هذه أو أن تلك نقض هذه و إنما شخصيتان تؤديان في بيت النبوة و في بيت الإسلام دورا معينا ذا أوجه متعددة باعتبار ما يقتضيه الحال و ما يقتضيه الزمان لو فعل الحسن ما فعله الحسين في سنة 61 نكون قد جانبنا الحقيقة و لو فعل الحسن الحسين ما سيفعله الحسين فيما بعد سنة 61 سنكون قد جانبنا الحقيقة دور الحسن يوم العام الجماعة يجب أن يكون كذلك و هنا يجب أن نستجلب التحليل و النظر إلى طبيعة الاتفاق الذي حصل الحسن تنازل تنازل أم استجلب الطرف الآخر إلى أن يكتب عن نفسه عقدا يبرهل من خلاله أنه صادق في توجهه صادق في اختياره صادق في موقفه و أنه لن يورط الأمة في اختيارات قاتلة فيما بعد و دليل ذلك أنه بعد أن تولى الخلافة ستة أشهر و اضطر نتيجة ما اضطر من فتن و من قذاق و من مشكلات إلى أن يكتب مع معاوية ذلك الاتفاق على أن يتسلم الحسن من بعد معاوية الخلافة من جديد باعتبار أنه الأجدر بها نتيجة الاتفاق إذا كان الجميع يشرع إب إلى أن يتولى أمر الأمة فكيف بالحسن و الحسين لا يحق لهما أن يشرع إب لهذا الدور أو لهذه الوظيفة إذا كانت القيادات التي حذرها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتتولى شؤون الأمة في التار الإشكالية التي وقعتها أستاذ أحمد الله تعالى ما هي تضارب النماذج من شارب قيم النبوة من السنة الأولى إلى السنة الثالثة والعشرين نوجزت و غولبت و عوفست و غوفست ممن ممن تشرب قيم النبوة في مرحلة وجيزة أنا لا ألوم لست هنا في معرض أن ألوم التاريخ له حكمه كما قلت في حصة سابقة حديثنا في ترميم الذاكرة شيء و حديثنا عن ما وقع في التاريخ شيء آخر تماما فرق بين يوسف الذي سيربي الله من خلاله يعقوب كما رأينا في مناسبة الماضية و سيربي الله يوسف بيعقوب و العكس سيدنا يعقوب الذي سيربي الله من خلاله والده إسحاق سيدنا إسحاق الذي سيربي الله سبحانه عز وجل من خلاله والده نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ ابتل الله هذا بذاك وذاك بذاك إذا كان الإمام الحسن يتحدث عن والده وأن أباه كان يشرأ أبو للخلافة أنا أطرح السؤال ما هو الدعي الذي كان يدفع علي إلى أن ينتظر الخلافة أهوى الهوى أهوى الهوى أهوى الرغبة في الملك لو كان علي ملكا لكان ملكا لكنه تعاطى مع الأمة بمنطق العدل ويمكنني أن أرد الأدلة على ذلك ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله في زمانه وفعله سيدنا أبو بكر في زمانه يفعله سيدنا علي في زمانه من فكرة مثلا العدل العدل في القسمة والشيخ الفاضل ربما يكون أبلغ مني في هذه الأمثلة التاريخية التي تواردت الذي أريد أن أوصله للمشاهد الكريم النماذج كل إذا تجزأ فهو يتجزأ باعتبار الحال باعتبار ما يطلبه الموقف نحن عندنا هنا ما يسمى بالفاعل وعندنا ما يسمى بالقابل في زمان الحسن لا يوجد القابل رضي الله عنه لا يوجد القابل والدليل على ذلك أنه طعن من بعض المقربين من أصحابه فلما رأى الموقف أنه قد بلغ حدا ليس بعده حد رأى أنه سيضطر هؤلاء وهؤلاء إلى موقف الصلح ليعرف المحق من غير المحق ليعلم الجميع بالجميع ثم يؤوي إلى المدينة ليؤدي دوره العلمي دوره الأخلاقي دوره الرمزي في الأمة رضي الله عنه وارضه وفاة الحسن كيف كانت ولما تمت بتلك الطريقة ما كان الغرض ما هو الداعي إلى أن أدى هذه الجهة الغامضة التي يشير إليها أستاذنا أن تقوم أو أن تفعل في الحسن فعلها الحسن لم يكن ضعيفا أن تتنازل عن حقك الجزئي في مرحلة المحنة الكبرى حفاظا على الدماء وعلى بيضة الأمة وعلى تراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم معناها أنها شخصية عالية وعالية جدا لتعلم الجميع بسلوكها يا من تتعشقون الملك يا من ستسفكون دماء الآلاف المؤلفة من المسلمين صحابة من خيرة الصحابة وتابعين من خيرة التابعين تعلموا من درس الحسن الذي يقول هكها لكن ردها إلى الأمة شورية من بعد أن يتوفاك الله أو أن يلقاك الله لكن لم يكن في الأمر أو جرى الكتاب وإن كنت لا أحب هذه اللغة القدرية جرى الكتاب بما جرى به شكرا جزيلا دكتور الحاج الله عالي ما فقدره سبحان شكرا جزيلا على هذه القراءة لا تسمحني عندي واحدة تعقب على قضية تكامل الأدوار أو الأجزاء أو الأجزاء ما هذا بأخذي تعقب بعد تشوفت كلامي فضلا شيخ ما عليش أستاذ مسعود ركم ماذا ظلمت لا 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 حينما نقول بالأدوار الجزئية التي تؤدي إلى التكامل لا يمكن الزعم بأن الحسن كان يؤدي دورا والحسين كان يؤدي دورا لتحصل الصورة التكاملية في المشهد العام لا طبيعة هذا تختلف عن طبيعة ذاك تماما ولذلك الإمام الحسين نظرا لشجاعة ما أخذه من أبيه من فروسية والشجاعة وكذا كان ينطلق وكان يرى بأن معاوية ظالم وقال له قال ليس لي إلا أن أناجزك أو إلا أن أجاهدك هكذا يزيده وصدنا بلك تقصد يزيده مش معاوية لا لا معاوية في معاوية نعم قال ليس لي إلا أن أجاهدك وأراك ظالما الرجل كان يتقدم في هذه التجربة أن كبار الصحابة بما فيهم من معاوية حذروه من أهل العراق حذروه بأنهم مناكير بأنهم ليسوا من بأنهم أهل غدر بأنهم كذا وكذا وكان الأمر كذلك هنا الآن أنا يحق لي كقارئ للتاريخ أن أقول بأن صدق الحسين واندفاعه في المواجهة خلاه يذهل عن بعض الحقائق على الأرض مع الأسف لم يلتفت إلى هذه الحقائق الحسين وليس لي إلا أن أدرس هذه المسائل قد أكون مخطئاً معليش لكن هذا هو الواقع لما ترحت عبد الله بن عمر وغير عبد الله بن عمر كلهم أوصوه ألا يذهب وحتى معاوية نصحه أيضاً بهذا نصحه بألا يذهب لأن الحسين لأنه هو الحسين أعطى 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 المعاوية وبعد أن تنازل الحسن أيضاً أيضاً نرضي الحسين على مضض أي على مضض أن يرد من بعد ذلك لا لا يرد شورة لكن تنازل قالوا هكذا الزهبي قال ولذلك عظمة هذا الموقف لماذا لا أقول تنازل تنازل لمصلحة الأمة كما قلنا تنازل كبير بمعنى تنازل المحق عن حقه لمصلحة حقن الدماء وهو مقصد عظيم من مقاصد هذا الدين أن تحقن الدماء شكرا جزيلا لكم دكتور عبد المبي دكتور الحاج شيخنا السعيد أثرتم مداخل فيما بينكم وردود قمة في الرواع ربي جزيكم بالخير إليك أستاذ مسعود إليك لماذا لأننا نعرف ونقدر قدرتكم بارك الله فيكم في مسألة تتبع الروايات وما قدمته في مسألة خلافة الحسن رضوان الله عليه نريد منكم قراءة في هذا الصدد كيف تحدثت الروايات عن الخلافة الخامسة الراشدة الخامسة وهي خلافة الحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وصلى الله عليه لست أدري أخي أحمد أن أبدأ بي حتى لا تضع الأفكار لا تفضل خد رحتك خد رحتك يعني أنا فقط حتى نواصل كلامنا في نفس السياق على اختلاف الموقفين موقف الحسن وموقف الحسين الذي يظهر في ظاهرهما أنهما متعارضان أو متناقضان ومتبينان ولعله هذا هو الراجح يعني أتفق مع أستاذ عبدنبي في هذا الأمر لماذا؟ لأنه عندما نتتبع الأحداث نجد بأنه حدث هناك إرادة للتسامح وللتنازل من الحسني وعلي بن أبي طالب حي وعلي بن أبي طالب يقاتل معاوية فيذهب إليه ويطلب منه أن يعتزل وأن يبقى في بيته فهذا الموقف موقف حسن الداعي إلى ترك هذه الفتنة إلى التنازل إلى عدم مقاتلة الناس إنما هو مبدأ أو موقف كان قد اتخذه من بداية الفتنة ولم يكن وليد تلك اللحظة موقف قبلي موقف قبلي من الجمل من الجمل نعم إضافة إلى ذلك الذي يدل بعد ذلك على أن الحسين كذلك له موقف قبلي إلى مناجزة معاوية وعدم التنازل بتلك السهولة وأن الحسن عندما استشار عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ابن عمه عندما استشاره في مسألة أن يتنازل لمعاوية بمقابل شروق وافق عبد الله بن جعفر ثم استدعى الحسين الحسين عندما عرض عليه شقيقه الحسن فكرة التنازل ثار ثورة عظيمة على أخيه وقال أعيذك بالله من ذلك أتكذب علي في قبره وتصدق معاوية وهذه رواية صحيحة ورد عليه الحسن قال والله لو كان الأمر بيدي لطينت عليك الباب حتى أقضي أمر يعني ندخلك في باب ونسكر عليك حتى نقضي الأمر نتعلم بعد فالشخصية الثورية للحسين يعني بلغت اليوم أسجنوكا إقامة جهورية فالشخصية الثورية للحسين ليست وليدة تلك اللحظة وليست وليدة لحظة موت معاوية وخلافة يزيد ابنه وإنما هي من قبل هو كان متوافقا مع والده علي بن أبي طالب من أول الأمر في مناجزة معاوية وكل من عارض خلافة علي موقف الحسن المتسامح الداعي إلى التنازل لم يكن والد تلك اللحظة وإنما كان له من قبل وها هنا ربما أختلف مع الشيخ عبد النبي في مسألة أنه ربما هذا الاختلاف إنما هو نتيجة للتربية عندما نراحظ الأمر التربية كانت واحدة فكلهما في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهما في بيئة واحدة وكلهما ابني علي بن أبي طالب ولا يشكن أحد في أنهما قد خصصا بميزة دون الآخر رنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل المنه الحسن والحسين ريحانتي في الجنة الحسن والحسين اللهم أحب من أحبهما اللهم إني أحبهما فأحبهما أستاذ مسعود لحظة فقط حسن مني وحسين من علي هذا يشير إلى مسألة كما ذكرتها إن صحت أنا لأول مرة أسمحه الذهب يقول قوي إسناده قوي إسناده قوي هنا ربما لا أنا أؤسس للاختلاف أنه ربما لم يكن من جانب تربوي إنما من جانب فطري أكيد أكيد فطري هذا فطري عفوا قد يكون أنا أخطأت في التعبير لكن أكيد فطري لأنه كل واحد أبناء الأسرة الواحدة من أبوين يجي تختلف طاطة للطبيع واحد كريم واحد بخيل وهم نفس الشيء وهم توأمب أحيان إيه طبيعي فهذه الاستعداد وكذلك فيها أمر آخر الذي يمكننا أن نستفيد ليس بالضرورة أن نكون حتى وإن نشأنا مع بعض وتربينا في بيئة واحدة أن يكون تفكيري مثل تفكيرك لي شخصية المستقلة وفكري المستقل وقناعاتي رغم أننا نهلنا من معين وهذا الأمر سبحان الله هو الذي تبقه النبي صلى الله عليه وسلم يضع بيمينه أبا بكر المعروف بلينه وبرفقه وفي شماله عمر ملخطاب المعروف بشدته فوكلاهما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعملهما في رفعة هذه الأمة أرأف أمة بأمة أبو بكر وأشدهم في الحق عمر فتنتقل الخلافة من أرأف الخلق إلى أشد الخلق وكلاهما أدى دوره المنوط به ذلك عندما نتبع لعله أقفز الأسئلة كله يصب في طارب لعله من بين الأسباب التي جعلت الفكر الشيعي الرافض يبنى على شخصية الحسين ولا يبنى على شخصية الحسن وكلاهما من آل البيت وكلاهما من الأئمة الاثنى عشر علي الحسن الحسين الحسين هو الثالث ولكن التركيز على الحسين لماذا؟ لأنه فيه تلك الشخصية الثورية التي يحتاجها هذا الفكر بخلاف الحسن الذي هو شخصية متسامحة وشخصية متنازلة قد لا تؤدي ذلك الغرب الذي ينشده من أراد لهذا الفكر أن ينتشر مع ذلك عندما ننظر في شخصية الحسين فهي الكفيلة بأن تنشئ أتباعا أو أنصارا أصحاب طبعة ثورية مقتبسة من الإمام الحسين تساهم في نشر قضيتهم أو معتقدهم أكثر بكثير ما إلا أسندت أو اتكلت على الحسن الذي هو شخصية متنازلة وشخصية متسامحة وعادة لا يولاذ لها في بعث ثورة وبعث انطلاقة إضافة إلى نقطة أخرى وهي تلك الملحمية التي مني بها الحسين والتي ركز عليها من هم الروافض من غير كربلاء من هم الروافض من غير عاشوراء من هم الروافض من غير تلك الندوب وتلك اللطوم هم لا شيء فبتلي هي مستند أو هي ملحمة تستغل من أجلي بغض النظر قد يكون من ورائها كما ذكر الأستاذ منافق ما شي قد القرآن رأي يقول ما شي قد ما شي قد يقول ما تخليش جرك ما وش أكيد قرآن يتكلم عن عمومات كيف تنزلها تعالى حسن وحسين لا لا هو مبليس السؤال الذي انترحه في جزئية منها في جزئية منها السؤال الذي يترح السؤال الذي يترح أيوة هل النفاق والكفر بمجرد من تقل رسول صلى الله عليه وسلم من تهى أم استمر في المجتمع استمر هذا هو ما كان فعله ماذا كان أثاره سؤال الذي يضعه أخره سؤال الذي يضعه لماذا ذروا في رد بيعته علي وعلي حين مغتل استخلف ابنه الحسن لماذا ذروا في رد مبيعته تنازل إن شئتم حق يعني بشي حافظ على دماء المسلمين ويجذب الحسيرة كما نقوله تحت قوة الشر التي كانت تفتكوا بالمجتمع لأننا نتكلم عن ألي بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين نصلي عليهم في صلواتنا اللهم اصلي على محمد وعلى أهل محمد ونريد لأن نرسق هذه الثورة بالحسين كأنها منقصة فيه لا ليست منقصة حشك يا رسول الله ليست منقصة ليست منقصة وإنما هناك قوة تخريب التي كان الوحي يكشفها ونقرأوا القرآن قوة التخريب مع المعاوية من مين معاوية من مين لا يمكن أن تعلق لي من لساني شيء واحد الذي ليس لي فيه حق أن أقول فلان هو المنافق وفلان هو كذا صحيح لماذا؟ لأن الله تعالى سيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلم نحن نعلم ولكن أقيم نتائج صحيح هناك قوة تخريبية استمرت في المجتمع الإسلامي والتي لا نتحدث عنها في كتبنا في تأريخنا نأتي بريوية من هنا وهناك لتبرر هذا الموقف هذا العامل الذي جرى شنيع وأقامته قوة تخريبية التي كانت في أهدي رسول صلى الله عليه وسلم وتجرأت تحت على مقام النبوة على صدقة من صدقات يا عبدالي يا محمد فإنك لم تعدين اقرأ صورة التوبة ماذا كانوا يقال في المجتمع توصلوا وصلوا حتى إلى عرضه شريف بالمرجفون في المدينة والذين كانوا خارج المدينة كانوا الله عز وجل القرآن صادق يريدون أن يدفئون نور الله بإفواههم والله ويأبى الله ويأبى الله إلى أن يتمى نوره والوكرير كفرونه الذي أرصد رسوله بالوذع والدين الحقلي يظهره على الدين كلي ولوكرير المشركون ولوكرير المشركون هذه الآية ما انتهتش هذه الآية سائرة في الزمان وفي المكان وما يزال المنافقون هم الذين يخربون المجتمعات ويخربون الحضارات ويهربون شرف ويخربون الأمجاد ما يقترش لنفس المبررات شيء الواحد الذي ليس ليحق ولكن عندي حرية باش نفهم النص القرآني باش نفهم طبيعة المجتمع الذي أتكلم عنه وقد صوره القرآن لم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكرها شيء الواحد ليس لحق فيه نقول أن أتدخل في مستثار الله به وهي القلوب مغيب جهنم أو النار لا أعلم من كان هكذا أو كان كذا ولا يمكن لأن أقول فلانون هو المنافق قد يكون معاوية أيضا حي تتخريب قد يكون غطي عليه قد يكون مدفوعا وفيكم سماعون له وهذه ما تشمل معاوية تشمل معاوية وتشملوني وتشملون جميعا أنا أقول أن معاوية لمجرد حبه وتمسكه بالملك هذا هو الذي أوقع الأشياء هذه لمجرد التوريث يا دكتور العزيز يا أستاذي العبرة بالنتائج لماذا أخلف العرب كانوا في الجاهلين كانوا يحترمون العهد والمواد معاوية ابن أبي سوفيان عهد الحسين بأن يعيد الأمر للمجتمع لماذا نصب ابنه وهو ليس باتفاق أهل السنة وكل فرق تسرقت على أن هذا ليس لح لقيدة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا ليس مؤشر على الشيء هناك خلل ما وهذا الخلل لا نجده إلا في كتاب الله تعالى لأن الرسول كان يمشي مع الحرب يبدأ الحرب يهرب يبدأ ينتظر الصداقة ينتظر كذا هم من يلمزك يا محمد في صداقات فإن أعطوا منها راضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون الدرس الذي نستفد منه ليس لنحاكم لا معاوية ولا الحسين على ثورته ولا الحسن على هدوئه ولا نحاكم الآن نتكلم كيف ما هي العيضات والعبر التي نستفدها من هذا بش نسير المجتمع الأسس صحيحة حتى لا يقع لنا مثل ما وقع لهم كيف نستطيع أن نحيد قوة الشر قوة الشر في كل مجتمع صحيح اليوم البارح وعضوة ومستقبل ومن عليها نعم في شيء أساسي أستاذ أحمد أتمنى أتمنى علينا كمثقفين جزائريين ينتمونا إلى هذا الفضاء الذي يسمى أهل السنة والجماعة لا ندفع إلى خانة اختيارات خاطئة لأن الشيعة يقولون إذن يجب أن نخالف ما يقولون لكاية في اعتقادهم وفي فكرهم وفي تفكرهم بهذه الشخصيات عموما فنحن نختلف معهم في تقدير هذه الشخصيات لنصيب الحق باعتبار أنهم على الباطل بالضرورة أيوة أقول دائما وقد مر وإياكم في مناسبة أخرى أن الحسين ليس لهؤلاء حسين نموذج للإنسانية كلها كما أن الحسن ليس لهؤلاء ونموذج للإنسانية كلها كما أن سيدنا علي ليس لهؤلاء وإنما هو نموذج للإنسانية ككل نعم أن يبحث الشيعة في الحسين عن ثوريته وعن السنة أرضى بالظلم أرضى بالاستبداد أرضى بالخنوع أبرروا التاريخ أبرروا الاستبداد اسمعوا وأطيعوا ولولي عليكم عبد حبشي رأسه كزبيبة اسمعوا له وأطيع ولو ظهر بظهرك وأخذ مالك وتعدى على عرضك أي ثقافة سنؤسس لها بهذا المنطق نحن بإزاء تجري بثرية تسمى الأمة الإسلامية هذه أحاديث صحيحة مسلمة يا أستاذ هذه الأحاديث أحاديث صحيح ينبغي أن تبحث لها عن تأويل ولا ينبغي أن يفهم منك المشاهد بأنك تضعف أو تشكك أو صحيح أنا لست متخصص يا الدكتور بسعني نقول لك الشيخنا الشيخنا معليش أستاذنا كما قال الشيخ معول أخذني على لساني أنا لم أشكك في أي حديث السياق أنا أفهم أنا أفهم كلامك أفهمه لكن مشكلة المشاهد يفهم ويفهمونك أتفق معك نحن في إطار الحديث عن التأويل أي تمام أما ما يختص بالتنزيل وما ورد إلى الأمة من طراث هذا لا يزال يحقق إلى يوم الناس هذا والناس لا تزال تشكي على بعضها البعض في هذا الإطار أنا الذي اتحدثت عنه عن رمزية الأمور وعن معناها بالنسبة لرصيد أنه نحن المعنوي هيبنا إلى تجربة إنسانية ناضجة نقترب فيها إلى بعضنا البعض نحن معنيون بأن نبحث في تراثنا عن المشترك الذي سيجمعنا في مواجهة زعابي بهذا التاريخ وميحا هذا التاريخ وتحديات هذا التاريخ كفانا نكأا للجروح وإيقاظا للألام وصدا بالتبرير لن نبرر لأحد لأننا إذا بررنا نبقي على الخطأ خطأا شكرا جزيلا دكتور دور تفضل سؤالك سأقول لك أنا مسلم وغلاص يوم القيامة إن شاء الله أذهب إلى الله مسلم وسيشفع لي عند عربي علمه بما في قلب كلنا نتكلم كل فرق تتكلمه عن مظلومية آل البيت حليم السلام سنأتي عليها في حسة خاص من الظالم هذا سؤال هذا هو السؤال ما بقاوش لأنه واحد مجاهد عندنا رحمه الله قال لي قال لي عبر التاريخ هذا شكون بهد مسير البشرية فوق الأرض لزوم الكارفور الناس ليحبوه دايما يتوقف في مفترق طرق نحبوش يمشيون لا من الظالم مظلومية وقعت من الظالم طيب السؤال مهم شيخنا سنأتي عليها في حصص قادمة سنحاول أن نجيب عنها شيخنا محمد قلت لك كلمة سأتيك اليوم ترى شيخنا محمد كنت راح تقول كنت راح تقول أسمع شوف لا لا شوف شوف نحن الآن لا ننكأ التاريخ لا ننكأ الجروح نحن من الأول بالبداية قلت أنا أشرت من البداية إلى أنه من الأخطاء التي أخذها على بعض علمائنا ومؤرخينا أنهم لم يكونوا حازمين في وضع الأصبع على الداء أنا أقدر يمكن لي ظروف معينة مثلا في التاريخ لم يركز على مسألة مقاصد الشريعة ومقاصد القرآن ومقاصد الأحاديث والآن في فترة معينة الأمة تركز على هذه المسائل فلسفة الأشياء منش عرف لم تكن واردة في مفهوم هؤلاء قوم نظرا لظروف عديدة الآن ينبغي هذه الأمور أن نغوص في الحكم أنا دائما أقول للطلباء أقول لهم شوفوا أنا ما الذي سأجنيه إذا شتمت أو سببت معاوية رضي الله عنه ما الذي أجنيه لكن لا تمنعوني من أن أعلق الجناية باختياراته بمعنى أنه إذا كان نحن رأينا بأن الأمة إن جرت عليها الويلات ولا تزال جراء اختيارات معاوية رضي الله عنه ينبغي أن نقول أما أن نبقى نكرر بأن الجميع مصيب والجميع عنده واحد عنده أجران وواحد عنده أجر وبعضهم قال لك الجميع مصيب دون أن نحدد بعضهم كذفتين موجود كلهم مصيب دون أن نحدد رغم أن القرآن الكريم يعني يوضح مسألة وإن طائفتان من المؤمنين التتلو صحيح فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداؤهم فقاتلوا التي تبغي بإجماع المفسرين تتكلم عن هذه الواقعة يعني واقعة خلاف وهذه الآية أن تفهمت في إطار الأية لأنها ستحدث فيما بعد لا لا هذه مختارف الزمن والمكان وقالوا الحق معالي وقالوا الحق معالي وقالوا الحق معالي وقالوا الحق معالي هي جملة مؤشرات دللت هو فقط أخي أحمد سميح لي في مسألة اختيارات معاوية الشيخ عبدالبي في دلالة اختيار معاوية ما يريد أن يتكلم عنه أستاذ معاويل وهو أن هذه الاختيارات قد تكون بفعل أولئك المنافقين لا 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 باختيارات معاوية لا في رواية لا شيخ ما كنت شوف شوف أنتم الأستاذ سعيد يسقط النظرية التأمورية الحديثة على التاريخ الإسلامي كله هذه المشكلة ونحن الآن لم نقل إلا يا رودي تكلم عني هذه في عصر الرسالة وعصر الرسالة تكلم عن المؤمنين والكافرين والمنافقين أنت تريد أن تنزل أو تسحب هذه المسألة إلى طائفة من المسلمين بعد ذلك بعقود مشكلة مشكلة هذه لأنه يصعب علينا يصعب شو يصعب علينا أن نأتي بالقرآن الكريم ونقول بأن القرآن الكريم يحدد الداء من خلال هؤلاء لأنه معناش حل آخر إلا أن نقول بأن المنافقين في مفهوم الشيخ سعيد هم الذين وقفوا ضد علي مشكلة دكتور محمد لا 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 سيدنا معاوية راجل عظيم راجل عظيم سيدنا معاوية هو الذي نصح الحسين بأن لا يخرج وكان كذا وكان يحفظ كان يحفظ المقامات كان عنده فضائل كثيرة دكتور لا يحفظ أن ننصب أنفسنا محاميين لها أولئي ولا لأولئي لا لا يمكن لأحد ينصب نفسه محاميين لأحد صحيح مهما كان هذا الواحد نحن لا ندعي هذا ولكن هناك قوة خريبية موجودة في المجتمع والقرآن تحددنا عنها وأعطانا تفاصيلها ودقائقها بكلامك هذه قوة حلمية قوة حلمية لم تحدد هذه قوة حلمية الرسول لم يحددها الله تعالى قال لرسوله لا تعلمهم نحن نعلمهم وعطاه والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأعطى القائمة للسيدنا حديث سبطى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في قضايا الحكم والخلافة شيخ مسعود نحن أخذنا الوقت عبر هذا النقاش نريد أن نفتح نافذة خلافة الحسين الروايات فيها تدلل على خلافة الحسن بارك الله فيك دكتور الروايات فيها تدلل على عظمة هذا الرجل أفعاله في ست أشهر سبعة أشهر وحد أحد عشر يوما الله يبارك فيك تقريب نسف عام حياك الله هذه يبدو الرواية الراجحة يبدو يعني تقريبا كان زمن إنجاز كيف يمكن أن نتحدث حتى يكون المشاهد على بينا هذه الفترة الذهبية كيف أدارها الحسن رضي الله عنه أفتح قوسين فقط وأجيب في هذه المسألة فيه شخصية أنا في اعتقادي تحتاج إلى وقفة مهمة جدا لعلها قد تكون مفتاح لحل كثير من الغاص وهي شخصية مروان بن الحكم التي وجدت في زمن عثمان وكان لها أثرها الكبير وكان مستشارا لمعاوية ابن أبي سفيان طيلة عشرين سنة مدة خلافته وكان له أثر كبير لست أدري بماذا أعبر عنها في رسم قناعات في رسم توجه معين الله أعلم لا أستطيع أن أصفه بأنه من المنافقين لا توجد لدي الجرأة لا تكدروا ولكن هذه الشخصية حقيقة تحتاج إلى وقفة وإلى دراسة فإن لها أثر كبير في هذه المسألة فيما يخص فترة خلافة الحسن التي هي ستة أشهر على قول سبعة أشهر على قول تسعة أشهر على قول تقريبا فيه جمهرة المسلمين كالحافظ بن كثير القاضي عياذ بن العربي المالكي يقولون بأن فترة خلافته إنما هي داخلة في الخلافة الراشدة في الثلاثين سنة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة فيها ثلاثون سنة ثم تكون بعد ذلك ملكا وبالفعل سبحان الله لما حسبوا المدة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى تنازلي سيدنا الحسن عن الخلافة لمعاوية وجدوها ثلاثين سنة بالضبط لا تزيد ولا تنقص النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول من السنة الحادية عشر لهجرته وسيدنا الحسن تنازل عن الخلافة في ربيع الأول في السنة الواحدة والأربعين فحسبوها بالضبط أربعين أبو بكر الصديق رضي الله عن الهجرة أبو بكر الصديق خلافته ثلاث سنتين وثلاث أشهر أبو عمر بن الخطاب خلافته عشر سنوات وستة أشهر عثمان بن العفان خلافته إثنى عشر سنة علي خلافته أربعة سنوات وتسعة أشهر الحسن على القول أضيفت له ستة أشهر فهو إذن خامس الخلافاء الراشدين فبه تكتمل هذه الخلافة في تلك الفترة الصلح سيدنا الحسين والحسن كان يفكر فيه من قبل وإنما لم تكن له القدرة على مواجهة جيش كبير هم من أتباعه يخالفونه في التوجه قتل منهم من قتل وكانوا إثنى عشر ألف وإلى درجة أنه الدليل على أنه كان يفكر في ذلك الأمر أنه عندما بويع بعد مقتل والده علي اشترط في بيعته أن يسالموا من يسالم وأن يحاربوا من حارب وأن يدخلوا فيما دخل فيه وأن يخرجوا فيما خرج منه فبايعوه بيعتا بيع بالإمارة أو بالخلافة بإمرة المؤمنين وبيعة أخرى في موافقته وعدم مخالفته في كل شيء من جذلك هذه البيعة هي التي سببت له محاورة اغتيال أولى تعرض لها الحسن رضي الله عنه وأرضاه بعد مدة عندما ضغطته أهل العراق فخرج معهم مكرها وتعرض لمحاولة اغتيال ثانية أدرك بأن أهل العراق قد لا يدعمونه إلى آخر قتاله رغم قناعته ولكن أراد أن يقف عند ذلك الأمر بنفسه اتخذ قرار التنازل هذا الأمر الذي كان قد بيت له من قبل ونواه من قبل بعد ستة أشهر هذه الفترة أو عند الصلح وقع ذلك الاجتماع اجتماع الكلمة وسمي ذلك العام عام 41 بعام الجماعة وفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا وبعدها بعد عشر سنوات قتل القتل أو مات على اختلاف الروايات هل سمم حقيقة ومن كان سببا في تسميمه في الواحد والخمسين قتل يعني بعد مضي عشر سنوات من خلافة معاوية ابن أبي صفير رضي الله عنه هذا ما يمكن أن يقال في السياق التاريخي والأحداث التي وقعت في هذا الأمر ولكن في تلك الفترة الشيء الذي يمكن أن يقال بأن الحسين بايع معاوية ورضي بذلك الأمر وإنما تغير موقفه بعد أن أوصى بالعهد معاوية بن أبي صفير وكان يأخذ عطاء من معاوية كان يأخذ عطاء من معاوية نعم هذا لأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه زاد في عطاء أهل البيت نعم ولعلهم استئلافا استئلافا فقط أنا أود أن فقط أضيف بأن العبرة ما هيش بفترة بما أضافه الحسن في فترة حكمه لا يخيل إلي بأن العبرة كلها بأنه في عام الجماعة وفي التنازل هذا هو أذية والكل المسألة الأخرى اللي عندها علاقة بهذا الأمر هو أن رجل في بعض الأقوال تقول لما ولي الحكم كان محبوبا أكثر من أبي من علي الكلام هذا لو صح و أنا عندي تقريبا ما هوش بعيد عنه شوف إمام الذهبي لما يأتي يصف الحسن ماذا يقول لماذا لحظة كاره علي لماذا لا ماشي كارهو لا لم يترك لي الحق صاحبا شوف شوف الذهبي ماذا يقول حينما افتتح ترجمة الحسن كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشعب رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه لما جاء للحسين ماذا قال حسين الشهيد الإمام الشريف الكامل صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا ومحبوبه رضي الله عنه تحس بأن الإمام شخصية الإمام الحسن شوف جذبت من الحب يا رجل كان الرجل كان مزواجا مطلاقا حتى زوجاته وكنا يعلم بأنه ربما سيطلقهن ومع ذلك كنا يحببنا أن يتزوجنا بهذا الرجل لا لا مش رواية هذه مثبتة أستاذ سعيد إذا كان كل الروايات معنى ذلك لا يبقى للتاريخ شأن بمعنى ذلك أن المصنفات رواية هذه نصحها في ذوق الوقت وعندنا من الوقت إن شاء الله عبر هذه اللقاءات ما نبرز هذه رواية نصحها دكتور لا حتى في تعريف إدارة للوقت أستاذنا عبدالنبي نقل عن الذهبي التعريف الأول يتعارض مع فكرة أن الرجل كان مزواجا مطلاقا ليس من أخلاق الكرام هذه التوبة تحت تأثير زوجاتكم في العصر الحارب هذه تكون تفرصفون أو تؤصلون لعدم التعدد سمح لي أريد أن أوجه قليلا نقاش لي ذلك الوقت ليس مصادرة للآن لا بدل حاشا أرى دكتور وأريد الآن في هذه الدقائق لماذا؟ مسألة عام الجماعة لدينا رأس معنوي ومعرفي نحن المسلمين في ذلك العام عام الجماعة أريد قراءة في هذه الحلقة أو هذه الجلسة التي كان فيها انتقال بشكل ما للسلطة في ظروف مشحونة عام الجماعة كيف يجب أن نوصفه مفاهميا وكيف يجب 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 في ذل هذه الصراعات التي نعيشها اليوم أن نستفيد من رمزية هذا الحدث المهندس مهندس القرار إذا جز لي أن أقول ليس شخصية في مقابل شخصية الإمام الحسن لم يكن وراءه العراقيون فقط هذه من الأخطاء التاريخية بل كان في مجموعته جميع المسلمين من الصحابة والتابعين وأبنائهم من أمصار الأرض كلها كما كان في الطرف الآخر من فئات المسلمين المتنوعة التي صنعت نوعا من الخلاف الذي احتدم بين فئتين وأنا أتمنى أن نحلل القضية لا في إطار شخص عارض وإنما في إطار مشروع مؤسس يعني رؤية للأمة في مقابل رؤية أخرى مقابل مناجزة منافسة هذه الموطنة هذه الموطنة التاريخ حكم في تقديري من يمثل القيم الحقيقية للدين قيم الشورى وقيم الحرية وقيم الانتقال السلس والاختيار على الأساس الأخلاقي المعنوي الدين العالي وبين من سينافس بمنطق الملك والمسألة متسلسلة ترجع إلى ماضي بعيد بعيد يوم الفتح لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء حان رأسه في تجربة عالية لافتة علما من خلالها كل جبار وكل مستبد أن كيف تكون متواضعا وأنت في قمة مجدك وفي قمة انتصارك تقف شخصيتان إسلاميتان على ثنية من ثنية مكة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان والد معاوية ماذا يقول أبو سفيان للعباس لقد ظهر ملك بإجماع كتاب السياري إن ملك ابن أخيك قد أصبح عظيم لقد ظهر ملك ابن أخيك يا عباس فأجابه العباس برد الأمر إلى نصابه يا أبا سفيان لا أملك إنها النبوة بمعنى نحن أمزجة أمام طرائق في تقييم الأمور وفي التفكير فيها وصلنا إلى حد أن بيضة الإسلام ستنكسر وأن شوكة هذا الدين ستنكسر حل من اثنين إما أن متمادة في الاقتتالات والاقتتالات التي تولد اقتتالات وإما أن نقول للأمر قف لكن قف مدروسة وذكية كان من ورائها الدفع بالقناعات والدفع بالاختيارات إلى مآلتها أي نعم سأتنازل لك بشرط أن ترد للأمة أمرها ونصابها بعدك وأن تحكم بالعدل بين الناس وأن تحفظ لشيعة العلي من أبي طالب هكذا يقول المؤرخون ومن كان يوالها أن تحفظ لهم كرامتهم وأن تحفظ لهم قدرهم من غير أن تنتقم ولا أن تفعل فيهم الأفعيل وأن تجري العطاء في جميع الأمة وبالمناسبة فكرة العطاء الذي كان يجريه معاوية للحسين لم يختص به الحسين وإنما هو عطاء كأسلوب كسلوك من الدولة من زمن أبو بكر رضي الله عنه إلى أن سقطت الخلافة الإسلامية فكرة العطاء فيما يقابل الراتب اليوم لا من باب أنني أعطيك العطاء في مقابل أن تعطيني الولاء هذا غير وارد وغير يعني لم يكن في نطاق الطربي الجماعة والأمة ياد الله مع الجماعة حان الوقت لكي نستعيد الأمة في إطار جماعية أنا الحسن أعطيكها يا معاوية بشرط أن تفعل في الاتفاق في بنود الاتفاق للأسلم لم يكفي الوقت حتى ندخلها أن تفعل في الأمة كيت 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 من الأمور حتى تحفظ للأمتك وفعلا استعادت الأمة روحها وبدأت الفتوح وبدأت تأسيس وبدأ 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 لكن للأسف للأسف لم نمضي بالاتفاق إلى نهايته وقد وقع ما وقع سمعني أحمد أختم شوف مع الأسف من مفارقات الواقع المعاصر أن الذين يرفعون لواء المظلومية اليوم يستلهمون بشاعة الجلاد لإلحاق الظلم بإخوانهم المخالفين باسمكم جميعا أيها السادة أشكر الدكتور محمد عبدنبي أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة الجزائر شكرا للدكتور الحاج الحاج أحملنا دواق أستاذ الفكر الإسلامي بجامعة باتنا وللقصات البقية شكرا لشيخنا أستاذنا السعيد معول على ما تقدم به الشكر موصول أيضا لأستاذنا إمام المسجد الكبير بالعاصمة الأستاذ مشعود مياد على ما تفضل به نقول لكم تحيات الفريق التقني العام اللحظة بالخامسة قناة القرآن الكريم من الجزائر بقيادة المعدة آمنة بن عبد الربو مبكر عياطة في الإخراج تحيات المشرف العام الحاج محمد عوادي السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر